كان يمسح على رأس الغنان يا إخوان هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح على رأس الولد سواء كان ابنك أو ابن عمك أو ابن خالك امسح على رأس الولد وبين لك محبتك له هذه إخوان لابد أن يكون إن شاء الله بما أنه الآن نحن إن شاء الله في الليلة هذه الليلة وهي ليلة عائلة نريد إن شاء الله أن يبدأ لنا حبيبنا يزيد بخطبة أو دعاء الحاجة يسموها الآن دعاء الحاجة ما هي دعاء الحاجة؟ ما هي دعاء الحاجة؟ وهو ما يبدأ به الخطيب في خطبته الخطيب يبدأ بالخطبة فماذا يقول؟ يبدأ بالخطبة ويسمعنا إياها إن شاء الله ويسمعنا إياها لا خلص أعقيد هذا من أطيب الله ويسمعنا إياها إن شاء الله يزيد هذا ولد من أبناء أهالي الجادية هذا ليس فقط ابن أخنا يزيد بل هو ولدنا نحن كل واحد فينا ولد من أولاد هذه الجارية هو ابننا وكل أخت في هذه الجارية هو أخت لنا إن شاء الله هي أخت لنا بإذن الله تبارك وتعالى ونحن نريد إن شاء الله من أطفالنا أن تكون عندهم الثقة في أنفسهم أن يقدموا لهذه الجارية الخير من أحاديث أو دعاء أو أمان أو إقامة ونفسح ونفسح لهم إن شاء الله المجال الشيخي يريد تبدلون البطارية قربة تخلص قربة تخلص قربة تخلص بس هي خلصة الشيخ الحمد فإن شاء الله يبدأ يزيد إن شاء الله فيه خطبة الحاجة ونتما نبدأ بالدرس إن شاء الله بعد ذلك فإن شاء الله يزيد يوم والآن طبعا هو اعترى المنبر اليوم كان يريد أن يخطب اليوم لكن سبحان الله كاننا معجوقين اليوم ونهن أود يخطب الآن تفضل بسم الله إن الحمد لله ينبذك ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فأمدل له ومن يهدد فيهدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله من واشهدوا أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه تكبير الله وكبر الله وكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا إخوان الله يكرب أمين أمين ما شاء الله هذا شيء جميل شيء يفنج الصدر هذا ما نريد والله هذا ما نريد أن نزرع وظيفة المشايخ وظيفة العلماء مش فقط والله إعطاء الدروس بل إنبات يعني شباب من هذه الجالية ما شاء الله يحبون الله ويحبون سنة النبيه السلام ويشتغلون ويعملون في الدعوة والله نحن بهذا بحاجة إلى هذا الجيل هذا الجيل الصاعد هذا الجيل نريد إن شاء الله في منذ هذه الجالية نسأل الله عز وجل أن يبارك له وفي أبيه وفي أمه إن شاء الله وأن تقرع أيهما به يا رب أحبة الكرام